نحن الآن على الطريق المؤدي إلى النقطة الحدودية بين موريتانيا والمناطق المتنازع عليها في الصحراء الغربية هذه النقطة تبعد تقريبا عشرة كيلومترات عن معبر القرقرات الذي تم إغلاقه قبل أسبوع من قبل النشطاء في جبهة البوليزاريو وذلك للضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإجراء استفتاء لتحديد مصير هذه المناطق قبل انتهاء مدة أو مهلة عمل اللجنة الأممية أو البعثة الأممية التي ينتظر أن يتم التجديد لها أو إقرار حكم في قضيتها مع نهاية هذا الشهر هذه المنطقة تعتبر هي المنفذ الوحيد البريمة بين موريتانيا والمغرب وحتى المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء لذلك تصل كمية التبادلات التجارية عبرها إلى ما يزيد على 40% من التبادلات التجارية موريتانيا تستفيد عبر هذه النقطة من المبادلات التجارية المتعلقة بالسلعة الاستهلاكية وبعض المواد الغذائية لذلك نجد بأن بعض الأسواق الموريتانية تعطلت وتجد ارتفاع في أسعار هذه المواد نظرا لتوقف هذا المعبر طبعا السلطات تمنع إلى حد الآن الوصول إلى هذه النقطة نتجة لعدم حسم الموقف الموريتاني من هذه القضية التي ظلت دائما موريتانيا تحاول أن تكون في موقف الحياد من النزاع الحاصل في الصحراء الغربية وأيضا هناك أيضا حديث عن مساعي دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي يعقد هذا الشهر المفروض اجتماعات بخصوص القضية الصحراوية لتحديد ما إذا كانت البعثة ستستمر بعد نهاية هذا الشهر تنتهي مهلة هذه البعثة في 31 من أكتوبر الجاري إذا كانت ستنتهي وستواصل ولذلك يضغط هؤلاء النشطاء على أن يكون التمديد لهذه البعثة هو بداية لإجراء استفتاء لتحديد مصير هذه الأراضي في الصحراء الغربية كما تشاهدون ما يزيد هذه بداية طابور الشاحنات المتعطلة منذ أسبوع والقادمة من موريتانيا ومن دول إفريقية أخرى هذه الشاحنات تصل إلى ما يقارب 200 شاحنة تم تعطيلها بسبب هذه الاحتجاجات ما زال طبعا الأنظار تتجه إلى المجتمع الدولي كيف سيتعامل مع هذا الملف ومع هذه القضية وهل سيفتح هذا المعبر من جديد أم ستكون بداية لإثارة الملف الصحراء الغربية من جديد وعودته إلى الواجهة